إلى فرنسا حيث أظهرت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم أن حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة رئيس ماكرون وحلفائه الوسطيين في الحركة الديمقراطية قد تصدروا الدورة الأولى بحصولهم على 32% من الأصوات وحل ثانياً اليمين بحصوله على 21% من الأصوات متقدماً بفارق كبير على حزب الجبهة الوطنية المتطرف الذي نال 13% من الأصوات وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت أكثر من 51% وهو مستوى قياسي في الانتخابات الفرنسية مستوى قياسي في الانتخابات الفرنسية اشتركوا في القناة